رجعنا لكم في الفقرة الثالثة من رمجنا النهاردة والفقرة الثالثة دي في عمال إيه عمال يبص عليها مش عارف حاسيت أنه ألان لأننا الفقرة الثالثة دي قررت أن احنا نعملها مطبع الهوى يعني إيه؟ يعني نضيف أنه بقى ماتفئين معها على حاجة وروحنا مدبسوا حاجتين بس ليه بقى لأننا الفقرة اللي فاتت قالوا دولة في النظرش تدبسوا على الهوى بس أعزي أقول لكم على حاجة فعلا بالأمان رد الفعل بتاع الفقرة الأسبوع اللي فات كان رد فعل هيل جدا وده اللي خلاني أتجرأ واتفق معاه على اتفاق إنه هو يبقى مثبت فقرة عندنا ولكن ظروف شغله اتفقتي معا أننا نخلي الفقرة كل 15 يوم لأن الفقرة دي أنا بقيت محتاجها أكتر منكم أو أقول لكم على حاجة طيب أنا كمان محتاجة وأنتم محتاجينها الفقرة دي إنه إحنا محتاجين ند باور عشان نقدر نكمل بقية الأسبوع بتاعنا عملت الصزبينز أنا عملت الشتاق صح؟ طيب معتي نرحب ما بقاش بقى أضيفه ضيفه بقيت أنا اللي ضيفه دكتور عدي المرزوق السجال الصحة النفسية ولل برنامج تسلم دكتور عدي تسلم دكتور عدي إزاي كي خبارك عملي المقدمة الجامدة دي بصرح لا المقدمة الجامدة دي بصرح أنت مش عايز أقولك التلات عملته تقنع تاني تسلمني بس خلينا إحنا الفقرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التنمية البشرية جميل عايز في ديئة نعرف يعني إيه تنمية البشرية تاني ونخش بقى في الموضوع اللي احنا بتدناها للأسبوع اللي فات اللي أنا محتاجه أن أنا أستمتع بالحياة بتاعتي ممتاز خلينا نتكلم بقى التنمية البشرية كده في سطر تمام احنا قلنا المرة اللي فاتت أن التنمية البشرية أبسط تعريف لها هي جودة الحياة حلقا لأن بطبيعة البشر بيحتاجوا دايما أنهم يجودوا من حياته تمام الإنسان غير أي كأن تاني أي كأن تاني ممكن يأكل يشرب يتكاثر ولكن الإنسان بطبيعته بيبقى محتاج دايما أنه هو يبقى مستمتع بحياته يبقى متواصل أكتر مع الناس يوصل لنجاحات أفضل ما بيقدرش يتقوقع أو ما بيقدرش يعيش على حال معين تمام لأن إحنا لو ما كناش فعلنا ده كنا زمننا أنا وإنت الآن في خيمة في الصحراء عنا بنتكلم مع بعض كناش وصلنا للحال اللي إحنا فيه فدائما التنمية البشرية هي السعي لجودة الحياة بجد والله أنا مبسوط والدكتور عادل قاعد قدامك بشعر تعرف أنت لما حد يبقى كده قاعد قدامك وهو حوالي هالة من الطاقة الإيجابية والتفاؤل هو الدكتور عادل كده طيب حلينا بقى نستمتع كده بالحالة بتاعت النهاردة عايزين نربط الوعي بالاستمتاع بالحياة جميل هي الفكرة الأول إحنا عايزين نعرف يعني إيه استمتاع بالحياة وبعد كده نتكلم في الوعي تمام يعني إيه استمتاع أصلي هو أنت إم تكون مستمتع بحياتك لو معاك العملة تمام العملة أيوة ولا العمرة لا العملة 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 الندرة العملة الندرة تمام اليورو بقى ولا الدولار ولا الجنيه ولا إيه بالزبط لا وممكن يبقى تعرف أنت العملة الندرة اللي هي الجنيه اللي هو بتاع زمان بتاع الملك فاروق أيوة الجنيج جبس ده صح كده؟ طيب العملة الندرة أي عملة في الدنيا لها وجهين الوجه الأولاني منها هو السعادة والوجه التاني هو النجاح تمام العملة الندرة اللي كل البشر بيبحث عنه حضرتك بتعمل برنامج أو بتطلع كعلام برنامج أو حد تاني بينشئ مشروع أو بيعمل أي حاجة في حياته مهنية أو شخصية بيتجوز بيخلف بيجيب أولاد من الآخر إحنا عايزين نوصل لأهم حاجتين في الحياة دي عشان نكون مستمتع بيها هي السعادة والنجاح تمام إن نكون سعيد في حياتي وإن نكون كمان ناجح في حياتي وبحاقة نجاحات تمام حالة السعادة والنجاح دي لها أربع حالات مع البشر تمام الحالة الأولانية هي حالة فاقد العملة يعني هو أصلاً مش مع العملة لا سعادة ولا نجاح حياته كلها متلخبطة عنده مشاكل كتير جداً في حياته هو مش قادر يستمتع ولا يسعد بحياته وفي نفس الوقت هو مش قادر يوصل لأي نجاحات تمام الحالة الثانية هو شخص يفقد وجه من الوجهين إما أنه هو يفقد وجه السعادة يعني هو ناجح في حياته ولكنه مش سعيد وده هنعرف مشكلته دلوقتي والتاني هو سعيد في حياته ولكنه مش ناجح والشخص الرابع اللي هو مع العملة كاملة بالوجهين بتوعهم هما السعادة والنجاح تمام كده؟ احنا بقى عايزين نوصل للشخص الرابع صح؟ الشخص الرابع اللي هو النموذج الرابع نعرف الأول إزاي كل واحد من دول ممكن يحصل على وجه أو التاني يعني إمتى كن سعيد وإمتى كن ناجح تمام تمام؟ السعادة دائما مرتبطة بحالة من الرضا كنت لسه بتعرف أنا كاتب هنا القناعة والرضا جميل والله إنت لما تكلم أنا روح تكاتب القناعة والرضا إنت دائما لقيت ناوت فإنت أتخليه نتبسل إيه بقى؟ تمام سأل برضو نزبها سألك آه جميل فضل لما أنه لما تخلص بقى القناعة والرضا ماش وكير لذا أنا مزبط لك سؤال هنا إيه؟ بخارج المنح تمام ففكرة السعادة هي مرتبطة دائما بحالة الرضا تمام وده اللي بيخلي الشخص اللي هو ناجح مش سعيد هو مش مستمتع بحياته ليه لأنه طول الوقت عايز حاجة أفضل يعني أنا معي عربية مثلا فيها طب أنا هفضل ركب الصندوق ده لحد إمتى فخلينا جيب عربية أعلى بس مشكلتها أن هي منول ورجليها بتوجعني مع النقل ومش عارف إيه فأنا عايز حاجة أوتوماتيك بس أوتوماتيك بس مش براند يعني مش اسمه لطيف كده بس ده عمر الإنسان ده عمره ما هيتبسط ولا هيبقى حاسس بالساعدة الله عليك ليه لأنه طول الوقت مش حاسس بحالة رضا هو عنده طموح دايماً بيخليه أكتف ومتفاعل وعايز يوصل لنتاج أفضل ولكن عمره ما بيرضى لأي نتيجة بيوصل لها تمام إنما الشخص الآخر على الجانب الآخر هو شخص ما عندهش طموح حاصل هو راضي وقانع بكل حاجة وحلوة كده الدنيا يعني لو بص إيدك شعره ده اللي هو مثلاً على قد الحافك مدي رجليك الدنيا لطيفة يا ابني وحلوة وانتهدد نفسك ليه ومهما الواحد جرى ومهما ساعة يعني مش غيوصل لحاجة بس ده مش كويس وده مش كويس الله عليك فإذن ده عنده حالة من الرضا الكمال اللي موصله الحالة من السعادة ولكنه يفقد النجاح لأنه ما عندهش طموح يفقد الطموح وبالتالي يفقد النجاح الله عليك الحاجة التانية أنه شخص آخر على الجانب الآخر هو عنده حالة طموح دائم وده اللي بيوصله لنجاحات كتير ولكنه مش حاسس بحالة من الرضا وحالة من النشوة أو حالة من السعادة طيب أنت حالي قلت أنه جانب حالة دي وقت الأصل إن أنا توازن ما بين الاثنين أبقى أنا عندي بالانس ما بين الاثنين إزاي يبقى عندي بالانس إنه ما يبقاش عندي رضا الكمال أو طموح الكمال عندي حاجة اسمها رضا القبول وطموح القبول إن أنا متقبل الوضع اللي أنا فيه بس بطمح في حاجة تاني الله عليك فأولي أكل مثلا هنجيب نفس المثال اللي إحنا قلناه بتاع العربية دلوقتي أنا معي العربية الفيت فأنا مبسوط إن أنا يعني اترحمت شوية من المشي والمواصلات والبهدلة ولكن طموحي يدفعني إن أجيب عربية أحسن فلما رحت جبت العربية الأحسن بقيت راضي بيها ومبسوط بيها وأنا برضو ممتن للعربية الأديمة ولكن سعيد أكتر بالعربية الجديدة وكذلك طموحي يدفعني إن أروح لعربية أفضل وأحسن ولكنني مش متزمر من العربية اللي معاها فهروح لطموح أحسن من كده فدائماً حالة الرضا القبول توصلك لحالة من الطموح وحالة الطموح توصلك لحالة من الرضا القبول وهكذا دايرة بتوصل بيك لحالة من الاستمتاع الدائم لأنك بتحصل على العملة الندرة هي السعادة والنجاح آه ونقول العملة اللي ذات واجهين هي الطموح والرضا جميل أنا أعتبر أن هم دول الدوافع بتاع الاتنين صح؟ هيك قلت النجاح أربع مرات صح؟ تمام بس أنا مش عارف يعني إيه نجاح يعني إمت أنا؟ خلي بيلك أستوى إيه؟ أنا ممكن أن أبقى نجحت بس أنا مش عارف أن أنا نجحت تمام هو دائما النجاح مالوش مجر سابت يعني ما فيش حاجة اسمها مقياس سابت أو ما فيش حاجة اسمها مقياس سابت وأقدر رئيس بين أنت نجحت ولا لأ النجاح بأبسط تعريفاته هو تحقيق ما تصبق لي أو تحقيق الأبجيكتف أو الأهداف بتاعتك في الحقيقة يعني أنت لك أهداف ممكن تكون أهدافي مختلفة عن أهدافك يعني أنا عايز شاركة معينة أنت عايز تكون إعلامي مشهور واحد تاني عايز يكون صيدري له مجموعة من الفروع واحد رابع عايز يكون له مستشفى واحد خامس عايز يعمل مجمع كبير فكل واحد فينا له أبجيكتف أو أهداف مختلفة في حياته تمام إذا قدرت تتحقق أهدافك إذا أنت وصلت للنجاح هيا أيا كانت حجم أهدافك إيه؟ هي حجم أهدافك محدودة أو حجم أهدافك كبيرة ده راجع بقى أن أنت قدرت تتحقق إذا أنت نجحت بالظبط إذا ما بدخل تراك أو بدخل سباق أنا دخل سباق على 100 متر وطلعت الأول لبقى أنا كده إيه؟ نجحت نجحت دخلت بقى مثلا في سباق 10 كيلو ووصلت للهدف كذلك نجحت بس إذن الهدف لازم يبقى متجدد لأننا لما بوصل الهدف ما ينفعش أقول خلاص أنت نجحت وعد ساكن بحط هدفتين الله عليك لذلك دايما بنفرق ما بين حاجة اسمها رؤية وهدف الرؤية هي رؤية على مدى بعيد على مدى كبير إنما الهدف دي حاجات مرحلية يعني أنا ليه رؤية في الحياة أو ليه غاية كبيرة في الحياة عايز أوصل لها ودائما الغاية المفروض ما تكونش حاجة مادية تكون حاجة قيمية يعني قيمة أنا عايز أوصل لقيمة معينة إنما بقى المراحل دي اللي ستاج اللي إحنا بنمشي عليها دي دي مجرد أهداف زي ما حراك قلت كده هدف بيوصلنا الهدف والتاني بيوصلنا للتالت والتالت بيوصلنا للخامس والخامس بيوصلنا للعاشر لحد ما حقق غاية من الحياة تعرف الخطورة إيه؟ فضل أنا حاسس إن ممكن تبقى المشكلة في مصر إن معظم الناس مش خطين أهداف لنفسيهم يعني بالضبط كده اللي نزل الصبح من بيتهم هو مش عارف هيعمل إيه هو مش خاطط هدف فيبقى ماشي بيلوش هو ده الشخص اللي هو إحنا بنقول عليه بقى هو راضي ومبسوط ولكنه مش ما عندهش طموح يدفعه إن هو يطلع لقدام ودي بيبقى عايش شخصية كده اسمه الشخص عادي مش عادل بالمناسبة لا يا عم اسمه عادي شخص العادي ده شخص مرزق شخص عادي شخص عادي جميل عادي ده المقصود بيه إنه هو مثلا شخص تولد ولاد عادي وتعلم تعليم عادي وتجوز واحد عادي واشتغل شغلان عادي وجاب عيال عاديين وربهم تربية عادي ومرض مرض عادي فمات موت عادي تقول لك ده راجل بركة فجي عادي ومش عادي وده منه كتير في الحياة يعني ده منه كتير أو إنما الشخص اللي يعمل أو يعمل بصمة في الحياة إنه يعمل أثر في الحياة هو ده بقى الشخص الناجح مش الشخص اللي هو ما قضيها يعني أنا عندي شغل والدنيا ماشى بإسلوب روتيني سابت والله مطلوب منه بمشيه والدنيا ماشى وخلاص تمام إحنا عنوان حلقاتنا النهاردة بنتكلم على الوعي والاستمتاع بالحياة تمام إمتى بقى يتشكل الوعي وإزاي بتشكل الوعي أنا مش عارف إزاي الوعي ده أشكله وإمتى وإزاي وهل الوعي ممكن يتغير جميل حلو جدا السؤال الوعي بتاعي بتشكل إزاي بتشكل من الصغر فيه أسباب بيولوجية فطرية يعني حاجات أنا اتولدت بيها أصلا ودي نتاج بعض الحاجات الجينات اللي بتولد بيها يعني أنا مثلا ورست بعض الصفات في الجينات بتاعتي عن أهلي سواءً الأب أو الأمة أو الجدة أو الجدة التاسع ووتيفر يعني وفيه صفات بتيجي من التنشئة الاجتماعية تمام يعني أنا موجود في الحياة معاك في البيت فأنت بتديني بعض المعلومات والأفكار اللي بتشكل الوعي عندي تمام لأن الوعي متشكل من خمس حاجات تمام المعتقدات والقناعات والأفكار والقيم والمبادئ تمام القناعات تمام والمعتقدات والقيم والأفكار والمبادئ تمام دول اللي بيشكلوا الوعي بتاعي لأن أنا لما هاخد موقف تجاه موقف حصل وليكن حصل موقف في الاستيديو مثلاً دلوقتي وحد دخل تصرف تصرف ما حضرتك ممكن ردة فعلك تختلف عن ردة فعلي أو إحنا الاتنين مثلاً ماشيين في الشارع فأنا اتشتمت وحضرتك اتشتمت أنا لما اتشتمت رضيت ليه رضيت؟ لأن عندي قناعة بتقول إن سكوتي دليل على ضعف تمام وحضرتك لما تشتمت ما ردتش سألناك ليه ما ردتش قلت لأن نرد عليه هينزلني المستوات يعني زي نرد الفعلي بيختلف بيختلف ونقاً على الوعي السابق بتاعي ونقاً على قناعة السابقة بسهل ممكن نرد الفعلي يختلف بالترينج بالتدريب يعني أنا لو اتحطيت في نفس الموقف كمان ستنتين ودربت نفسي نرد فعلي يختلف هيختلف؟ أحييك ولكن بشرط إن اتغير القناعة أصلاً اللي جواك ما هو مدامت فيه قناعة متحكمة فيها اللي هي الجزء من الوعي إن أنا تربيت من الصغر وعشان كده نرجع لموضوع الصغر والتنشاءة الاجتماعية تربيت من الصغر اللي يضربك يضرب ما تسكوتش أنت اللي ضعيف كده ما ترجع ليش البيت معي فأنا خلاص ربيت جواه مبدأ إن مهما اتأذى هو لازم يرد الأذى مثلاً ما ربيتش جواه قيمة التسامح أو قيمة العفو إن انت قد إيه تكون متسامح وعفوه فالفكرة دي دي بتيجي من التنشاءة من الصغر أنت ربيته على إيه؟ ربيته على ده ولا ده؟ فشكلت جواه مجموعة من المعتقدات ومجموعة من القيم ومجموعة من المبادئ ومجموعة من الأفكار اللي بينطلق من وراها حاجة من اتنين إما فعل أو كلام اللي احنا بنسميه سلوك يعني أنا سلوكي تجاه حضرتك يا فعل أنت مثلاً قلتلي كلمة استفزتني فأنا اضطريت إن أنا أرد عليك إذاً ردت فاعلي وسلوكي دلوقتي عبارة عن كلام أو قمت تشايل المايك وقمت سايب القناة فأصبح ده فعل هلت ممكن تعمل كده؟ لا طبعاً ما درش عشان أنا مش عامل معك طبعاً أنا درش استفزيني ده بيتمتعني أصلاً بالأعلى قدامي ده أنا مستبدأ بالأعلى قدامي فالفكرة إن ده بيتشكل منذ الصغر بيتشكل إزاي؟ عن طريق المعلومات اللي بتدخل للإنسان عن طريق الحواس الخمسة يعني مثلاً وانا طفل صغير وصل لقيمة إن النار بتلسع وحضرتك وصل لك معلومة إن النار بتلسع ممكن يكون وصلتلي بسبب إن هم قالوا لي في البيت خد بالك النار بتلسع ممكن تكون وصلت لحضرتك بسبب إن أنت تلسعت الفعل إن وحاولت تتجرب أو ممكن تكون شفت أخوك بعد ما تلسع وعادي يسرخ ويعاية المهمة كلنا وصلنا عن طريق الحواس الخمسة قناعة أو فكرة إن النار بتلسع فتجنبنا النار وبقى عندنا السلوك اسمه تجنب النار نتاج المعلومات السابقة اللي إحنا خدناها تمام فالصح بقى إن أنا ركز قوي إيه المعلومات اللي بتوصل لي لإن الوعي بتشكل هيا المعلومة اللي وصلت لي إن برضو الحلقة بتاعتنا خلصة إن برضو الحلقة بتاعتنا خلصة ومضرب يا سعدة مش هينفع بس عايز أقبل ما قفل معاك عايز بس الصفحة على الفيسبوك هنت ليك صفحة على الفيسبوك ممكن هو موجودة على لدينا على الشاشة كما ممكن نزلها أوكي مش مشكلة حتى يبقى نزلنا إحنا مع بعض نزلنا مع بعضين تمام حلو أنت اللي بتدبسني الوقت أه طبع أنا انتفقت مع الدكتور عادي لزي ما نقول لكم في المقدمة إن إحنا إن شاء الله هيطلع معنا كل 15 يوم النتيجة لظروف شغله وهيكلمنا عن حاجة خاصة بالترمية البشرية اللي أنا وقع كنا بتناقش في موضوعها النهاردة بنتكلم على الحسد واختلفت معاه فخليني نستهر بنلاحظ أن ده في الحلقة اللي جاي دكتور عادي المرزوق عايز أشكرك على كمية الطاقة الإيجابية اللي أنت غيرت فيها حاجات كتير قوي وده بالتأكيد هينعكس على سلوكي مع الحوالية وأعتقد أن برضو السادة المشاهدين ده هيفري معهم جدا دكتور عادي المرزوق استشار الصحة النفسية للبرنامج أنا بشكرك وعلى أمل اللقاء ولكن الأسبوع اللي بعدك جاي قبل ربع ساعة من دلوقتي عزيزي المشاهدين استمتعت جدا بالحلقة بتاعتكم النهاردة وزي ما أنتوا شافين الحلقة البرنامج بتاعتنا بقاريت مسرية شوية وفقراتنا جديرة وأعدكم الأسبوع الجاي بقى فيه فقرات أكتر وأكتر وفيه حاجات ساسبينتس كتير قوي ولكن أنا وأنا باخت معاكم في منتقى الحزن ولكن دايما بحط أمل أو بحاول أستمتع أن أنا هكون معاكم ولكن قبل ساعة من دلوقتي وبرنامج صحتك صلوتك أشوفكم على خير أشوفكم على خير